اهلا بكم سيداتي فسارتي ومرحبا بكم في فيديو جديد هنا حصري لشركة اوربكس هنا معكم اشرف العادي اه رح اركز على كتير حاجات رح اتكلم على التضخم ونسبة البطالة رح نتكلم على الذهب رح نتكلم على الذهب مقسوم على الفضة رح نتكلم على اليورو الاسترليني وهذه تبقى من افضل وانجح وابرز صفقاتنا في هذا في هذا الصيف المعقد رح اذكر شوي اثيريوم ايش عم بيصير في اثيريوم مقابل بيتكوين رح اتكلم على الاسترالي مقابل دولار ولماذا يقترب مستويات عامة وسنقول كمان احنا نقول ايش عم بيصير بالناستك مقابل المؤشرات الاخرى ولكن اهم شيء سيداتي وسارتي انه شوف انه عندك عدة خطبات من البنك المركزي الاميركي مهمة لانه هذا يسمى باخر اسبوع قبل ما تبدأ البلاكاوت بيريد ليش لانه في واحد وعشرين الشهر من هذا الشهر واحد وعشرين الشهر يعني ليس الاسبوع الجاي ولكن الاسبوع اللي بعده بعد اسبوعين لقاء الفيدرالي كتير هام وكتير مهم مش عارفين اذا خمسة وسبعين نقطة ولا خمسين انا اقول انه رحين يعملوا خمسين وايش بيصير هذا الاسبوع اسبوعين قبل الفيدرالي قبل اللقاء يكون اخر اسبوع اللي منسمع فيه من اعضاء الفيدرالي واليوم سبعة ايلول سبعة سبتمبر رح يكون في عدة خطابات من باركن ومستر وبرينار وبار ولكن يوم الخميس ثمانية سبتمبر تسعة هو الشهر وثمانية هو يوم الشهر اوكي هذا الستايل الانجليزي ساعة تسعة وعشرا بتوقيت ايسترن تايم نيويورك يعني ساعة تنتين وعشرة بتوقيت لندن يعني ساعة رابعة عصرا وعشرة دقائق بتوقيت مكة الخامسة مساء وعشرة دقائق بتوقيت دبي بدكم توقيت اخر ولا لا بدكم توقيت يعني يعني تايلندا ولا ازربيجان ولا منيح باول راح يتكلم فهل باول سرح يعطينا اي اشارات انه سيكون هناك خمسين نقطة او خمسة وسبعين هلا في منكم بيقولوا والله الاسم كان كتير قوي والبيانات كتير قوية ولذلك راح يعملوا خمسة وسبعين والى اخرى الاخرى طيب خلينا ندخل اول اشي في هذا المخطط هذا المخطط يقول لك انه هذا الاصفر اللي هو طالع اللي هو الكور بي سي اي برايس اندكس اللي هو ليس السي بي اي ولكن التضخم الذي نسبة تضخم الذي يستهدفها البنك المركزي الاميركي الكور بي سي اي برايس اندكس وصلت الى خمسة فاصل ثلاثة طبعا السي بي اي وصل الى تسعة بالمائة لكن هما يستهدفون الكور بي سي برايس اندكس مش راح ندخل في التمييز بين واحد والثاني لكن لكن حتى اذا بتشوف السي بي اي ولو بتشوف الكور بي سي اي انه بدأ ينزل شوي وفا فايش بيقولك خدوا هدول العنصرين هذه نسبة البطالة نسبة البطالة لما بتنزل اشي جيد نزلت وصلت الى استقرار وصلت الى قاع ولان تبدأ بالارتفاع باول قال انه هو الاولوية انه بده ينزل الاصفر بده ينزل الكور بي سي اي نحو اتنين بالمائة حتى واذا بتنزل الاصفر برفع الفائدة وايش راح يصير الاقتصاد راح يطباطى ونسبة البطالة راح ترتفع شوي اوكي في ايش يسموه في ايش يسموه ومنحنا الفيليبس الذي يقولك انه فيه هناك علاقة سلبية او عكسية بين البطالة بين نسبة البطالة ونسبة البطالة مش الوظائف نسبة البطالة وتضخم طيب بكفي فلسفة اكيد عم بتفكروا بكفي فلسفة يا عشرة بدناش نتعلم بدنا باش تقولنا وين منوكل وين نصيد الاكل ايوة طيب للاسف هذا هو التفكير في عدة من الناس لكن مش كل الناس فبيقول الفيدرالي انه هو لن يقلق على الاقتصاد لن يقلق الا لما يوصر الى هذا الى 4-5% المشكل انه الاقتصاد بدأ يتباطئ وعدة من البيانات مثل الوظائف وحتى الاسم متأخرة وعندها عامل متأخر وانا اقول وانا لو صرت افكر الان انه حتى انه فيه الناس عم بيفكروا انه عم بيبطئوا في الاقتصاد وبركزوا الا على الفائدة لكن فيه الفائدة ارتفعت ارتفعت لكن فيه عامل اخر وهو عامل دولار فاذا انت بتفكر اذا الفائدة على 2.5% الفائدة الحقيقية الان على 3.25% مع تأثير قوة الدولار ولذلك كالعادة البنك المركزي الامريكي ايش رح يصير رح يكون متأخر على الحفلة رح يزودها في التضييق ورح في تضييق السيولة ورح يزودها في التيسير الكمي مش رحين يتعلموا ليش لانه عندهم 300 دكتورة في الاقتصاد ويستعملون وطبعا مش الا انه ما يعرفوا يعرفوا لكن لكن ايش بيصير هو البنك المركزي الامريكي عامل وعنصر سياسي وليس مستقل بيقولك هو مستقل لكن المستقل طيب فعشان هيك بدهم يعني ما بدهم يزودوا كثير كثير في التضييق الكمي او في رفع الفائدة فانا بقول انه رح يكون في هبوط مجدد في الاسواق لكن خلينا نبدأ بالذهب الذهب احنا لساتنا نقول انه في عنا يعني زبون في عضل واتساب قال لي اشرف انا دخلت الان في شراء كبير الحجم في الذهب قلت له هذه فكرة ليس سيئة لكن بدك التوقيت قلت له التوقيت يا مبارك التوقيت احسن انه ايش رح يصير رح يأتي في هناك عدة احداث وعدة فرص اوكي وعدة فرص وعدة احداث التي يمكن ان تنزل الذهب بطريقة سريعة وقصيرة ايش يعني سريعة يعني يمكن ينزل الى 1680 ولا 1770 لكن بصفة قصيرة وبعدين عاود يطلع فانت لازم تنتظر هذه اللحظات وبعدين بتشتري فهمت علي السايكولوجية الشخص بيشوف لما بيكون في استقرار يشتري في كتير الناس بيخافوا انه يشتروا لما ايش ينزل بس اذا انت واثق بحكمة الدعم 1670-1880 فهذا كتير مهم هذه قلت في كتير من الفيديوهات ورقنا رح اقول فيه هناك عدة مدارس فنية واساسية التي تدعني ان اقول انه الذهب مش رح ينزل اكتر من 1660 ولا 1770 لكن رح اختار لكم هذه المدرسة الفنية وهي يعني اقدر اعطيكم يعني فارق العوائد مع مع التضخم والذهب مقسومة على الفضل لكن رح اقول لكم انه مع الكباية والعروة وهو من اقوى النموذجات اذا هذا قاع الكباية وهذا قمة الكباية ونموذج الكباية والعروة يقول لك انه طالما انه ماسكين فوق ولا في العروة يعني في الثلث الاعلى ومش رح ننزل تحته فهذا ليكون جيد ايش يعني الثلث الاعلى يلا اللي بتحبوا الرياضيات القاع هون اللي هو الف وخمسين القمة الفين وخمسين اذا مناخد النص هون يعني خلينا نقول انه حوالي الف وخمسمائة النص عنده معنى بالاعراب عندك هنا النص عندك هنا دعم وهنا عندك نوعا من الدعم فهذا النص اذا بتاخد الثلث الاعلى الثلث الاعلى يقول لك انه الدعم تاعه الف وستمائة فحتى اذا ننزل تحت متوسط المتين الخمسة وخمسين شهر او نروح على الاسبوعي او المتين اسبوع فهذا هو فهذه هي العالم الاخير وفي اشي تاني هذا كله تفلسف فني لكن الحقيقة والواقع في التداول انه لازم تعرفوا ظاهرة الشمعات وظاهرة الشمعات يمكن يضحك عليكم الشمعة هذه الاسبوعية وتنزلك الى الف وستمائة وخمسين الشمعة تقدر تنزل الى الف وستمائة وخمسين وبعدين بتغلق قبل نهاية الاسبوع على الف وسبعمية وعشرين هل هذا مستحيل؟ لا اذا ما تصدق فانت ما بتعرف ولا اشي على التداول شوف ايش صار هون شوف ايش صار هون ايش ايش عمل لك السوق السوق نزلك الى الف وستمائة وتسعين ووين اغلق الف وسبعمية وستين يعني اغلق سبعين نقطة بتفكر سبعين نقطة اشي يعني نادر ومش رح يصير لا والله بيصير 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 كتير مرات اوكي لما يكون عندك وقت روح وشوف تشارت وشوف بالاسبوع وشوف ايش صار ب الفين وسبعتاش وستاش وخمستاش واتسعتاش طيب ولذلك يمكن فلما الشمعة اثناء اليوم بتروح ولا اثناء الاسبوع بتطبع لك الف وستمائة وستين لما البروكر بيعطيك الف وستمائة وخمسين اكيد بالطبيعة رح تخاف وبالطبيعة رح تغلق ورح تتمرجن لكن بنفس الوقت في احتمال كبير انه السوق رح يعود وهذا هو اللي توقعه الذهب مقسوم على الفضة طالما انه هنا في عندك مقاومة على الفيبوناتشي الخمسين بالمئة طالما انه يمكن ينزل ولما ينزل هذا رح يكون ايجابي للذهب مقابل دولار وهو مقابل الفضة مقابل دولار اليورو مقابل الاسترليني من احسن الصفقات مش راحة مش راحة اتفلسفكم واقولكم انه انا عايش ببريطانيا فانا افهم البريطانيين وسياسة البريطانية وهوايا وتحديات البريطانية لانه انا عايش هون لا مش راحة المرة هذه في الفيديو هذا مش راحة استعمل تحليل الاساسي بس راح اقولكم انه فنيا وعطيت لكم عدة نموذجات شهرية واسبوعية منذ شهر ثلاثة قلنا ليش احنا ضلنا نشتري يورو بقابل الاسترليني وغردنا بالعربي وبالفرنسي وبالانجليزي وبالياباني واللي بالذكياء 87 هو الهدف المعقول الجاي يمكن ننزل الى 84 يمكن ننزل الى 85 بس السوق بده يروح وين بس بطريقة وبصفة مختصرة اليورو الاسترليني انا قلت له صاحبنا مبارك قلت له اسمع انت شريت بحجم كبير في الذهب خفف خود من الذهب شوي وحطه في اليورو الاسترليني لانه انا نقولك انه اعتقد راحين الى تسعين وحتى يعني 89 وتسعين طيب بس بدي اغطي عدة تعدة يعني فرص الاسترالي مخابل دولار كسر 67 وكسر 67 تلاتين لكن معنى 67 ولا 96 66 80 له معنى مهم في الاعرام لانه اذا بتروح في الاسبوعي تشاهد انه الاسترالي اولي شي بين قوصين الاسترالي نازل لانه فيه هناك اغلاق في منطقة شندو في الصين ونحن نعرف انه في كتير مرات الصين اليوان الصيني الاسترالي الدولار الاسترالي ينزل مع البيانات وتطورات السلبية في الصين وبغض النظر عن اي ايجابيات في الاستراليا في استراليا مثل رفع الفائدة مثل الجي دي بي القوي اوكي فعندك هذه النقطة هذه 66 87 هنا عندك نص النقطة هل هل باول راح يرفع الاسترالي ولا راح نزل الدولار مقابل العملات لما نصل هنا في احتمال كبير ولذلك اذا انت عندك شراء ولا اذا عندك ستوب تحطها تحت 66 عشرين قلنا لكم يورو الاسترليني هذه من الصفقات اذا انت بتقول لي طيب انا ماذا استخلص من ذلك هل هناك صفقة اللي بقدر اشتريها بحط فيها اذا عندي انا عندي يعني حساب 15 الف دولار بدي احط 4000 دولار وين بحطها وانساها احطها باليورو مقابل الاسترليني وحط شوية منها في الدهب اوكي فيه اشي اكتير مهم هذا اسمه ال growth value وهذا بصفة بصفة هارت بيقول لك انه امثال الشركات في الناس داك مقابل الشركات مثل ال S&P انه فهون يعني انواع الشركات مثل الناس دا كان طالع مقابل ال S&P ولان نزل ولكن لما نزل احترم الدعم الدعم السابق المقاومة السابقة والدعم السابق والدعم واذا هذا يرتفع بهذا يمكن يقولنا انه الناس راح يرتفع اكتر ولا راح ينزل اقل من ال S&P والداو جونز ويمكن هذا يعود انه يمكن العشر سنين او العائد العشر سنين يمكن راح يعود ينزل واذا يطلع مش راح يروح اكتر من 35 او 40 وانا عارف انه انا كنت قلطان وقلت مش راح يطلع اكتر من 13.23 لكن هذا هو الواقع ال US500 ال S&P لاحظوه كتير كتير منيح منيه اذا يغلق اذا يغلق اليوم تحت 3,098 3,890 وانا افضل تداول ال S&P لانه بياخد مرجن اقل اذا من الداول اذا نغلق اليوم ساعة 12 توقيت مكة تحت 3,890 راحين الى 3,820 اوكي كمان مرة اخرى وفي شي تاني بدك تشوفه انه شوف عندك هنا هذول هما jobless claims اللي هما مطالبات الناس العاطلين اللي خارجين عن العمل فلما هذا ينزل هذا ايجابي للسوق يعني قوي لسوق الوظائف لما يطلع بدأ يطلع يعني تطالبات اللي الناس خارجين منه العمل تعم بيطلع يعني سيء فهذا عم بيطلع وبتشوف الاصفر الاصفر اللي هو الممتلكات او الميزانية الفيدرالي فلما ترتفع عم بيطلع كتير السيولة وانتو عارفين انه وصلت للقمة وبدأ ينزل شوي فيادوب بدأ ينزل يعني في هذا تيسير الكمي وايش بيصير الاعانات عن الناس اللي عاطين عن العمل بدأت بتطلع يعني سلبي وشايفين ايش تأثير على الاسمبي اللي هو الازرق فهذه الاشياء لازم تشوفوها مرة اخرى رح يكون عندنا كتير وقت نتكلم عن ايش عم بيصير بالتضخم ونسبة البطالة لكن عودة الى الذهب هلا فيه كتير ناس بعد بيسمعوا الفيديو واحد يقول لك لا هو الذهب رايح الى الف ستنين وستين لا الذهب رايح الى الف وخمسمية واحد يقول لك لا رايح الى الف وخمسمية وخمسين وبعدين يطلع طيب كل واحد عنده فكرة المهم انه الذهب الان حتى اذا ينزل عندك متوسط لمتين واسبوع اللي هو الف وثمية وسبعين و الف وثمية وسبعين و الف ستين له عدة مكانات في عدة مدارس وتفكيرات فنية مختلفة اوكي واخيرا الاكس الاثيريوم اذا بتشوف مرتفع جدا لانه رح يكون فيه هناك تطورات كبيرة وهامة التي ذكرتها في الفيديو السابق في سبتمبر 19 يعني يومين قبل الفيدرالي يعني تصور كيف الاسبوع رح يكون الايثيريوم طالع مقابل البيتكوين اوكي بصفة كبيرة وباداء رائع وقبل يعني قبل بانتظار تطورات هذه اللي اسمها الايثيريوم ميرج وبنفس الوقت الايثيريوم مقابل الدولار بتشوف انه هنا الايثيريوم مقابل الدولار خلينا نشوف المخطط هذا المخطط الدعم الهام اللي رح يصير اول دعم رح يكون نقول حوالي لسه مش سرح نشوي الموبينج ابرج لكن 1400-1680 رح يكون دعم هام اوكي في الايثيريوم فيك يمكن تقول انه هذا الهبوض هذا يمكن يكون كتف وهون عندك رأس وهون يمكن كتف حتى تزال كتف الايمن يكون تحت الكتف الايثر ما يهم فهذا يكون الدعم الاخير الدولار اللي أنا مش رح تكلم عليه لكن الناس بيسألوني هل هل رح نشوف 145 نعم اعتقد 47 هل سأتداوله لا اوكي النفط مازلنا فوق الخمسة وتمانيين الخام الاميركي لكن اذا منرجع الى الايثيريوم اذا منقول انه اذا رح يكون فيه هبوط مجدد في المؤشرات فيمكن رح نشوف البيت كوين البيت كوين يمكن يرجع الى حوالي سبعتاشن الف ولكن هذا سيكون هبوط سريع وقصير فديروا بالكم سيداتي فمن حيث الاول اشي ذو القناعة العالية هي اليورو الاسترليني اوكي شراء يعني يعني هون يعني بده يروح الى 88 87 اذا بتحب في التداول الان اذا بتروح في مخطط اليومي لازم انت تعرف ان تكون مستعد انه تكون محمي عند الاربعة وثمانين الاربعة وثمانين تسعين اربعة وثمانين اثمانين عندك تريند لاين سبورت وعندك ملتقى ثلاثة متوسطات واحد وعشرين اه مئة وخمسة وخمسين ذهب تكلمنا عليه اوكي وهذه هي الفكرة سيداتي وسارتي هذا الفيديو بس كان تحمي نوعا ما من شان منخلخلكم شوي بعد العطلة وبعد الاجازات وفي الثلاثاء الجاي رح يكون عندنا رح يكون عندنا فيديو رح يكون عندنا ندوة مع اوربكس وهذه ستكون ثمانية ايام قبل لقاء الفدرالي اللي بولي يكون بواحدة وعشرين شاء الله شكرا لكم برك الله فيكم وبالتوفيق اشتركوا في القناة